موسيقى السلام عليكم رحبت المندوبة دائمة للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن سمافة باور بإعلان ممثلي أطراف الحوار الليبي عزمهم التوقيع في السادس عشر من هذا الشهر على الاتفاق السياسي الليبي وفي بيان صحفيا تلته باسم أعضاء المجلس أوضحت باور أن أعضاء المجلس جاهزون لتسمية من يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو من يعرقلون إكمال ليبيا لانتقالها السياسي بنجاح وأشارت باور إلى التزام أعضاء المجلس بقوة بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية حسب قولها إلى ذلك أكدت باور أن أعضاء مجلس الأمن يرون أن مؤتمر روما سيشكل فرصة إضافية لإظهار الدعم الدولي للاتفاق السياسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وأكدت باور دعم أعضاء المجلس للمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتين كوبلر وللمسار السياسي برعاية أممية وبجهود التوصل بسرعة إلى اتفاق على حكومة وحدة وطنية تشمل جميع الليبيين وتمثلهم وعبرت باور عن قلق الأعضاء من تصاعد الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية والمؤسساتية في ليبيا ودعت جميع الأطراف إلى التوحد كما أكدت أن القلق العميق من توسع ما يعرف بتنظيم الدولة والتهديد الذي يمثله على البلاد والمنطقة نناقش هذا الخبر وأبعده مع ضيوفنا عبر سكايب من لندن الناشطة السياسي مفتاح لملوم عبر الهاتف من تونس الخبير القانوني صالح الزحاف وعبر الهاتف من لندن المستشار السياسي لبعثة الأمم المتحدة سابقا ناصر الشكري أهلا بكم جميعا وأبدأ معك سيد لملوم في تقديرك في أي سياق يأتي الموقف الصادر عن مجلس الأمن ولماذا في هذا التوقيت بالذات بكل تأكيد الشعب الليبي ينشد السلام وشعب الليبي قد ملل سفك الدماء والمعاناة التي مر بها خلال السنوات الماضية وبالتأكيد أن شعب الليبي يتوق إلى السلام ولكن السلام ليس السلام الذي قد يهدد الأمن المستقبل نحن نريد سلام يتوافق عليه الجميع ويقبل به الجميع وينفده الجميع ويلتزم بأن الجميع بأن يحدو أو يطبقه بحذافيره ولكن إذا كان هناك من هم الآن غير قابل وغير راضي وهناك خلافات وأن ما نراه الآن أن فعلا حصل الأمم المتحدة تريد أن تحقق شيئا في ليبيا ولكن هل هذا الشيء فعلا مثل ما يريده الشعب الليبي أو أنه أمر بعيد وكل البعض عن ما يريده الشعب ويخدم أجندات خارجية نحن نرأينا من خلال تمسك كوبلر بالاستمرار بمسودة ليون والالتزام بما وصل إليه ليون والبناء عليه الآن أصبحنا نشكك في أن ما قلناه هو من ليون ووحدة وإنما أصبح الآن واضحا أن الخطة المتبعة والتي أملئت لليون هي التي أمليت لكوبلر وكوبلر هو الآن المسؤول عن تفيدها مثل ما وضعها من ربما يعني لا أقول دولة عربية شقيقة أو الممتحدة أو جهات أخرى رأت أنها سياستها في العراق قد فشلت لأنها أبعدت وأقصت الجانب القديم أو بقاء النظام السابق نحن الآن أمام مخطط يريد أن يعيد بقاء النظام السادق القول بأن هناك أمر مجهول يشمل النظام السابق لم يعد وارد الآن بل بالعكس اللقاءات التي تمت في مصر والحديث عن كل الليبيين لم يعد هناك استثناء بكل تأكيد وهناك من يسعى إلى أن يضمن بقاء النظام السابق في هذه الحكومة واضح سيد زحاف مجلس الأمن أكد استعداده لتسمية من يهددون السلم ويعرقلون أيضا التسوية في ليبيا برأيك أن ما مغزى هذا الإعلان السلام عليكم وأسعى اللهم أتفاكم وعليكم السلام عليكم هناك خرق بين حل الأزمة وإدارة الأزمة ما نلاحظة من المجتمع الدولي منذ سنة 2011 هو إدارة الأزمة والسيد برنامليون تحدث بذلك صراحته قبل قدومي بأنه يدير أزمة السيد كوبلر أعلن أنه يسير على أس الطريق في أنه سيدير الأزمة من أجل الوصول إلى حلها التصريحات التي نسمعها والاجتماعات التي تعقد بالأطرافة الأقليمية التي تتحكم في القوى المحلية وهي القاهرة روما الجزائر كلها تكون بإدارة الأزمة بطريقة تحد من حالة التوتر والانهيار والحلول دون انتشار المنظمات الجهادية المتطرفة إلى الآن ما زلنا نحن في مرحلة إدارة الأزمة الأطراف الليبية بين خيارين هي الآن يعيش مرحلة التعايش وأبناء الوطن لا يقولون بالتعايش أبناء الوطن يقولون بالعيش المشترك أبناء الوطن لا يقولون بالتوافق ولكن يقولون بالاتفاق هناك فرق بين التعايش والعيش المشترك وهناك فرق بين التوافق والاتفاق الأطراف الليبية اليوم مطلوب منها إذا كان لها انتماء لهذا الوطن عند الطاقة من مرحلة التوافق إلى الاتفاق ومن مرحلة التعايش إلى العيش الواحد نعم نشترك في بيت الليبي الواحد نعم سيد شكري أكد مجلس الأمن دعمه للمبعوث الأممي كوبلر وجهوده لإنهاء الأزمة في ليبيا هذا الموقف كما هو واضح غير جديد لكن في سيق المرحلة الحالية التي وصل إليها الملف الليبي ما هي أهميته؟ هو حقيقة هو فقط دعم وتمسين لكوبلر وإعطاء تغفير كامل أن مرحلة تمتع بدعم وتأييد ومؤاظر من المجتمع الدول ومجلس الأمن أن تتعلم أن سيد كوبلر تولى الوظيفة بعد إشتريات كبيرة تعرضها في اليوم بعد التسريبات لذلك كان من المنطق ومن المعقول أن يدعم الرجل وينتقف المجتمع الدولي خلفه لكن المثل واضح لدى المنطقر تحديده وأوروبا وهو أن لا تبيل ولا مناصل من الاتفاق ليس هنا الانختام الذي يقع الآن والصراع لا يخدم أحدا إلا الحرفات المتصرفة على رأس داعش لذلك أصبح لجامة كمرحلة أولى لمحارب الداعش ولمقطع الطريق عليه والتبق عليه هو إيجاد حكوم التوافق وإنهاء الخلاف والانختام الذي بسات من الواضح أن الجهة الوحيدة المستفيدة منه في الداعش استطاعت بذكاء الدهاء أن تستفيد من هذا الانختام وأن تعمق هذا الانختام وأن تستغل هذه الظروف لتعزل من تواجدها من قواتها لذلك لابد كخطوة أولى لابد من إلهاء الانختام ثم التوجه والوقوف مع الحكومة لمحاربة هذا الصميم الذي بدأ يتمدد وأصبح مسألة وجوده لا تناقش الآن مدى خطوات هذه القضية الأمنة ينظر إلى الغرب كانت فادثا هناك نوع من الجدل حول مدى وجود هذا الصميم أم لا الآن الأحداث تجاوزت هذه المسأة وأصبح ما هي الخطوة يشكلها التنظيم الثوري التنظيم داعش ليس على فيديو وإنما على القوى الأقليمية وعلى أوروبا تحكي نعم سيد لملوم كيف تبعت تأكيد مجلس الأمن أهمية مؤتمر روما باعتباره فرصة لإظهار الدعم الدولي للاتفاق السياسي وأيضا لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مؤتمر الدولي هو جزء من الكمال المقطط للرسول إلى حال لتشكيل حكومة وهي وضع حكومة هذه الحكومة التي من سيضح هذه الحكومة من سيكون متوافق على هذه الحكومة ستوافق على هذه الحكومة أو يناقش وضحها أقلية من البرلمان وأقلية من المؤتمر وبعض البلديات هذه مسألة مجرد تلفيقية الأكثر ولا أقل هي مجرد حالة بالضغط على الليبيين لتشكيل حكومة الماء وإلقاء الكرة في ملعب الليبيين ويريدون من الليبيين أن يحققوا ما يصبوا إلى الغرب فوق أن يحاربوا داعش وأمنعوا الهجرة غير الشرعية أما فيما يتعلق بمصلحة ليبيا ومستقبل ليبيا لا أحد يبحث عنه لنضع الآن حل مؤقت ومسكن للمسألة وعندما تتفاقم الأمور نبقى نبحث عن حل آخر أو ربما في هذا الوقت بالذات هناك أطراف كثيرة أمامها مشاكل في أكثر من بقعة من العالم ما يدور في سورة والعراق وليبيا إلى حد الآن لم تصبح ملحة بشكل كبير بالنسبة للغرب وبالنسبة لمجلس الأمن والمسألة عليها مجرد الضغط الآن نرى ضغوط من كل جهة ضغوط تسعى إلى أن تضع حكومة وهذه الحكومة هي الهدف الذي يراها الغرب وضع حكومة وماذا بعد وضع الحكومة ليس هناك أشياء كثيرة أخرى ملحة الوضع لها برنامج نحن لا نسمع إلا تشكيل حكومة هل هذه الحكومة ستكون قادرة بين يوم وليلة أن تفض نفسها في ليبيا وعلى أن تحل كل مشاكل الليبيين وأن تدعم موجود أمن وأمان وسلام في ليبيا لا أعتقد ذلك المسألة بحاجة إلى أبو وأكثر من تشكيل حكومة واضح سيد زحاف في ظل هذا الدعم المعلن لمؤتمر روما كيف يمكن من وجهة نظر قانونية هنا توقع نتائج ملزمة من هذا المؤتمر لأطراف الصراع أخي كريم هناك تلغيم لاتفاقية الفقيرات والمجتمع الدولي حقيقي يرفض إلى غاية هذه اللحظة معالجة هذه الإشكالية والأطراف الليبية التي ذهبت إلى هناك ذهبت كأطراف تبحث على مغانم لا تبحث على إنقاذ للقضية الوطنية وهذه المشكالية القانونية تتمثل في شرط الإجماع في قرارات مجلس رئاسة الوزراء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحقق الإجماع في إدارة الشؤون العامة في مرحلة الأزمة بين 6 أو 9 أعضاء هذه مرحلة يتعبر حتى في الشركات التي يبلغ رسمالها 100 أو 200 ألف بنار يوضع لها حل بالمقولة المعروفة أو الصوت الترجيحي يجب إعطاء رئيس الوزراء الصوت الترجيحي واعتماد مبدأ الأغلبية في اتخاذ القرارات وإلا ستكون الحالة الليبية في محلها لن تتغير لن يستطيع سيد رئيس الوزراء السير إلى الأمام لأن الإجماع سيكون متعبر لأن الأطراف جاءت لاقتسام المغانم وليس في حل المشاكل نعم سيد شكري في تقديرك هل يمثل الدعم الذي أعلنه مجلس الأمن لمؤتمر روما تبنياً رسمياً من المجتمع الدولي لمسار السخيرات في مقابل محاولات الحوار الليبي الليبي نعم نعم لا شك ذات المسار ذلك دفعاً طوياً لمسار الحوار والتعديد هنا وأنه هو المسار الوحيد المقبول دوئياً والذي يراهن عليه مجتمع الدولي لرأس الخدى ولمهال لا يمكن في ظل هذه الظروف أن يعتمد المجتمع الدولة على مبادرات غامضة لزارة وليدة وهي لا تحظى أطلاً به دعم كل الهيئتين المتصارعتين ولذلك كان واضحاً أن الغرب المسار يقف خلف فطالة الضخيرات التي تقود الأمم المتحدة ولا يسمح أي مطار آخر خوف من طبيع الوقت وخوف من خلف الأوراق ومحاولة فقط إحساس خطارات جديدة نحن نعلم أن هذا التفاق أخذ وقتاً طويلاً وانتظره الشعب الليبي بصارة السبر والدماء تسهيل ولوضع تسدد السوء وقتامة ولذلك يعني ليس من المعقول ولم يقول أن يفتح مطار آخر وهو من الزالة في بزياته ولم نرى منه شيئاً ولم يسمي جمع على أي شيء فقط هو الشماع وشعرات فرمنانا عبارة عن ضغط مشاعر الليبيين على الحوار الليبي ليبي أين كان هذا الحوار الليبي ليبي من السنة الماضياتين والحرض والفتال والتحجير والسهامات المتدادلة لا أظن أن هذا الحوار سوف يقول لنا نجاح أو يمكن رهان عليه في هذه البروغة من هذه التعقيدات الكبيرة من الطرفين نعم سيد لملؤم أي دلالة هنا للتأكيد الدائم لمجلس الأمن بما في ذلك هذا البيان الصادر على الالتزام بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الترابية والوطنية بكل تأكيد هذا ما يتمناه الشعب الليبيا الشعب الليبيا يرنو إلى أن يرى ليبيا واحدة ومن شرقها إلى غربها من شمالها إلى جنوبها في دولة واحدة ولكن القول بالدعم الذي ستقدم المجموعة للإجتماع في روما عندما نسمع أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 100 مليون يورو هل 100 مليون هذه ستكون مصاريف تنقل مبعوتيها وموفديها إلى ليبيا 100 مليون يورو لن تفيد على الإطلاق ما هذا ستعمل بـ 100 مليون يورو الدعم الذي نريده ليبيا على حفة إفلاس الشعب الليبيا في أشهر من الآن ربما قد لجد الغداء الشعب الليبي بحاجة لكثيرة الشعب الليبي يعاني من الأمرين الموضع الصحي السيء التعليم كل جورب الحياة في ليبيا متضررة وبالتالي هذا الدعم الذي يتحدث عنه الأوروبيين هذا الدعم أو مجلس الأمن هذا الدعم يجب أن يكون دعما ملموسا يفيد ليبيا ولكن حديث عن دعم نحن لا نريد الدعم بالكلمات نريد الدعم الحقيقي الدعم الذي فعلا يبني دولة نريد فعلا دعم لتثبت الأمر في ليبيا هذا أمر مرهوب من كل الليبيين يريد دعم على أن لا يغامر بمستقبل الشعب الليبي بثورة 17 فبراير ولكن إذا كان هناك من ينشد دعما لأن يثبت عناصر نظام السابق في حكومة قادمة هذا ليس دعما هذا هي وصفة لتفاكم الوضع باستقبل ووصفة للانشقاق والتشطر الحالي لا بد أن يكون هذا الدعم يقتفي إسبانه ما قد يقبل به الثوار يعني الثوار لحد الآن يملكون السلاح وبإمكانهم أن يكونوا عنصر غير مشاغب وعنصر لقد لا يقبل ما يملأ عليه واضح وصلت هذه الفكرة سيد الزحاف يعني مجلس الأمن أكد استعداده لتسمية المعرقلية للحوار ومن يهددون أيضا السلمة في ليبيا ما دلالات هذا التأكيد خاصة وأن المجلس لم يتحدث بشكل مباشر عن عقوبات المجتمع الدولي وبالذات الدول الكبرى تعرف من هي الأطراف التي تقف وراء الصراع ويتعلم هذه القوى الكبرى أن أطراف الصراع هي عبارة عن مقاولين من الباطل للقوى الكبرى هناك أطراف ليبيا تقاتل اليوم في ليبيا وتحمل السلح كمقاول من الباطل للقوى الكبرى في الصراعات الإقليمية التي تدور في المنطقة وبالتالي هذا من باب حقيقة التخويف والتهديد لأشخاص يعلمون جيدا أنهم قادرين على الانصياع إليهم بكل عفوية وبكل انضباطية وبالتالي هذا در للرمال وستكشف الأيام للليبيين من هم هؤلاء المقاولين من الباطل للمشروعات الإقليمية للدول الكبرى في ليبيا نعم سيد شكري قلق المجلس من تصاعد الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية وحتى المؤسستية في ليبيا الذي عبر عنه لأي حد يتوقع أن يترجم كل ذلك في خطوات عملية كيف ستكون طبيعة هذه الخطوات لا شك أن الهدف الذي تفعل الغرب باستمام التركيز على ليبيا هو ملف الإرهاب خصوصا بعد ضربات فرنسا وبعد المقاوط من أن تكون ليبيا تتحول ليبيا إلى قاعدة انطلاق المهاجمة الغربة عبر الهجرة غير الشرية وغير ذلك لذلك تحرك الغرب بعدما أدرك أن داعش سوف تكون التهديد الحقيقي الذي يواجه الغرب وصوف تقول ليبيا قاعدته ومنطلقه للحجمات إذلك ترك ليبيا لمدة سناتين ولم يسترس كثيرا بما يحدث في ليبيا من مآت وإشكالات ومن معاناة جومية للمواطن ليبيا ولكن أنت تعلم والمشاهدين تعلم أن الغرب تحرك بدافع مصطلحه وهو أمر منطق وطبيعي لا توقع أن الغرب تحرك على مصطلح تحرك من الليبيين ولكن الدافع الواضح هو بخاطة تحول ليبيا لإقاعدة التركيز ومنطلق الإرهاب وهو ما دفعهم الآن التركيز على إنهاء الانقسام وهذه على الفترة تتفق عليها الليبيون لا شك أن الأسطوب الصحيح في محاربة داعش هو إنهاري وإيجاد حكومة توفق وطن لا يمكن أن نحارب الإرهاب في ظل الإنقسام وفي انصراع الليبي داخلي داخلي بينما المستفيد الوحيد من هذا الانقسام نعم طيب واضح وصلت هذه الفكرة سيد شكري سيد لملوم وفي عجلات هنا لو سماحت يعني دعوة المجلس لجميع الأطراف إلى الوحدة ودعوتها أيضا إلى مواجهة التحديدات الإرهابية لسيما ما يعرف بتنظيم الدولة إلى أي حد يمكن أن تلقى أذانا صاغية حسب تقديرك أنا أتمنى أن تلقى أذانا صاغية أتمنى أن تلقى أذانا صاغية أتمنى أن يشمع كل الليبيين على كلمة واحدة ولكن هذه الأمنية ربما قد نجدها بعيدة إلى حد ما أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك أذانا صاغية بالحد الذي يمكن أن يتبت هذا الاتفاق وأنا أتمنى أن تكون هناك أذانا صاغية ولكن لا أعتقد ربما هناك من سيؤتي له الشغب في وجه هذا الاتفاق وربما قد نرى تشضي على صفوف الثوار الذين يحتاجهم الغرب لمحاربة داعش لأن داعش لن تتحرر لن تحارب ولم يقضى عليها في ليبيا إلا بالسعانة بالثوار لأن ليس هناك جيش على الإطلاق في ليبيا لحد الآن واضح سيد الزحاف أيضا في عجالة لو سماحت يعني في حال حدد مجلس الأمن فعلا لوائح لمن يصفهم بمعرقلي التسوية ومهددي السلام في ليبيا ما هي الخطوات المتوقعة بعد ذلك؟ المخطوات التالية ستكون وضع قائمة بالأشخاص يتم منعهم من السفر أو تجميد أرصدتهم المالية أو إصدار أوامر قبض لأن لديهم إرشيف متكامل بالجرائم المرتكبة في ليبيا في الحقوق الإنسان وقد يبدو في فتح هذه الملفات في اتجاه هؤلاء الأشخاص الغير منصاعين أو غير منضوين تحت أوامر وقرارات المجلس الأمن أو اتفاق إصخيرات ولكن دعني أقولك أن الوصفة الحقيقية للليبيين التي تبرج راحا وتحل مشاكلهم هي الوصفة النبوية التي تقول لا تؤمنوا حتى تحابوا لا يؤمن أحدكم حتى يحبوا لي أخيهم ويحبوا لنفسه هذه الوصفة الحقيقية التي على كل ليبي وليبيا أنه يحملها في داخله ويمارسها في سلوكه وقادر على حل كل مشاكله وتحويل حياته من هذا الجحيم إلى حياة النعيم نعم سيد شكري في ظل معبر عنه مجلس الأمن من دعم لمؤتمر روما هل يمكن توقع نتائج نوعية منها؟ هل يمكن مثلا أن يمثل بداية مرحلة جديدة في الشأن الليبي تختلف عما قبلها؟ نعم سيد الشكري أنتقل إذن إلى السيد لملوم سيد لملوم يعني إلى أي مدى يمكن أن يساهم مجلس الأمن الدولي في تسريع التوافق السياسي؟ بالله إذا تبعت السياسة التي تبحى كوبلر وعندما جاء اليوم وقال المسود الأخيرة غير قابل للتحديد ثم فاجأنا بتعديلات أدخلها هو من نفسه وفرضها الجميع يبدو أن مجلس الأمن يريد أن يفرض شيء وبكل تأكيد الشعب الليبي في هذا الوضع المزري الحالي لن سأمامه إلا أن يقبل الشعب الليبي الآن بين مطرقة والسدان وبالتالي لا خيال له إلا أن ينفع عليه شروط مجلس الأمن وما يريد مجلس الأمن وربما هذه لفترة بسيطة ولكن أنا لا أرى أن ما يريد أن يفرضه مجلس الأمن أو الحكومة التوافق القادمة ستكون قادرة على أن تحرق كل الملفات العالقة الموجودة حاليا وأن تجد حلل لها وبالتالي سيبدأ التملم من الشعب الليبي مجدين وقد نرى ما هو أسوأ بكثير من من نحن فيه الآن نعم سيد الزحاف مجلس الأمن الدولي لوح أكثر من مرة بفرض عقوبات على كل من يعرقل نجاح العملية السياسية في ليبيا برأيك هل تأتي هذه التحذيرات إلزام الأطراف بضرورة التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة هو خطاب سياسي أكثر من خطاب عملي لأن الأطراف الدولية في مجلس الأمن تعرف بالضبط من هو على الأرض ومن يملك زمام هذه القوة على الأرض ومن أين تأتي إليهم الذخائر وهم قادرين على وضعها في وضع حرج خلال السوق واحد ولكن في الحقيقة الكلام الذي يقال هو كلام سياسي الكلام الحقيقي هو ما قال وزير خارجية بريطانيا عندما قال ما زال الوضع الليبي تحت السيطرة أن ما خططنا له في 2011 ما زال مستمر والأمور تحت السيطرة ولسنا في حالة قلق الأمر الآخر وهو أمر شديد الخطورة إذا تصرناه بالمعنى الاستراتيجي وهذا أمر قد يحدث إلى الساعات من الحديث اليوم رئيس فرنسا قال أن فرنسا قد تقف على أبواب حرب أهلية رد على انتصار المالي لوبين في الانتخابات الإقليمية هناك مشروع تفكيك أوروبا من خلال الهجرة من الجنوب إلى الشمال هناك تفكيك أوروبا من خلال إثارة عنصر الأمن وزياد معدل البطالة ليبيا هي بوابة لتفكيك أوروبا ما قالت شرشل في يوم الياب واضح وصلت هذه الفكرة سيد الزحافة أنتق إليك سيد شكري وفي أقل من دقيقة لو سمحت لديك وقت البرنامج في ظل ما عبر عنه مجلس الأمن من دعم لمؤتمر روما هل يمكن توقع نتائج نوعية منها هل يمكن أن يمثل بداية مرحلة جديدة في الشأن الليبي تختلف عما قبلها نأمل ذلك كثيرا لا شك أن من الناحية النظرية ومن ناحية العام سوف يوقع هذه الأطراف في الاتفاق ولكن الإشكالية تكمن في تطبيق هذا الاتفاق على الأرض في ظل هذا الانقسام وهذا اقتراع وهذا التفاتد أسف المؤتمر يعاني من قسمات حادة وعنيفة وكذلك البرلمان وهناك قوة متناحرة وفي حال استراع دائما الصعب جدا من قناعة الخاصة أن يطبق هذا الاتفاق على أرض الواقع بكل سهولة لعلا من ناحية النظرية قد يتم ذلك ولكن من ناحية العملية والأمر وقتا طويلا جدا نعم وبهذا نصل لمشاهدين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج خبر وبعد وفي الختام أشكر ضيفنا كان معنا عبر سكايب من لندن الناشطة السياسي مفتاح لملوم وعبر الهاتف من تونس الخبير القانوني صالح الزحاف وعبر الهاتف ولكن من لندن المستشار السياسي لبعثة الأمم المتحدة سابقة ناصر الشكري وشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة كنت معكم أنا نوردين صابر في أمان الله اشتركوا في القناة